لقد صمدنا ونجحنا في صد عدة هجمات روسية وفي الوقت الحالي تستمر المعارك بين الطرفين في العديد من المدن والمناطق تسيطر القوات الأوكرانية على العاصمة كييف والمدن الرئيسية المحيطة بها وقد قوضنا الخطط الروسية ولم تستفد روسيا منها طلب زيلنسكي في خطابه من الأطراف المعنية الموافقة على انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي قائلاً أن أقوى دعم الأوكرانيا هو قبولها كعضو في الاتحاد الأوروبي بصراحة أوكرانيا جديرة ومن حقها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهذا من شأنه أن يكون أقوى دعم لبلادنا